اتهامات عديدة توجهها حلقة النهضة التونسية ابتداء من اغتيال السياسيين شكر بلعيد ومحمد البرهمي ومرورا بتشكيل تنظيم سري ووصولا إلى تهديد الرئيس التونسي فبعد قرار المحكمة الابتدائية في تونس تأجيل نظر الاتهام الحركة في قضية اغتيال بلعيد إلى مارس القادم اعلنت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبرهمي عزمها رفع دعوى قضائيا خلال ايام للمطالبة بحل النهضة او حظرها لمدة خمس سنوات وكان الرئيس الباجي قيد السبسي قد التقى ثلاثة محامين من هيئة الدفاع قدموا تقريرا حول مستجدات ملف اغتيال الناشطين السياسيين خاصة فيما يتعلق بالجهاز السري لحزب حركة النهضة وترحت هيئة الدفاع عدة وقائع امام القضاء التونسي في اولى الجلسات المتعلقة بالتنظيم السري للحركة تكشف عن وجود خلايا نائمة تملك السلاحة وتتنصت على خصوم النهضة من الاعلاميين والسياسيين بهدف تصفيتهم كما تفيد بضلوع قيادات من النهضة بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي في عمليات ارهابية ترجمة نانسي قنقر